ترجمة نانسي قنقر تأتي كما قال في إطار الدفع بالعلاقات بين البلدين والتطرق إلى الكثير من الملفات والقطاعات التي يمكن أن تطور فيها الرباط وبرلين علاقات هيما وهناك تشديد على أهمية وعراقة هذه العلاقات إذ أن الطرفين استهل اللقاء بوثائق تعيين أول سفير للمغرب هنا بألمانيا كان ذلك سنة 1874 وافتتحت أول تمثيلية ديبلوماسية في المغرب سنة 1872 يعني إيمان بعراقة وأهمية العلاقات بين البلدين والرغبة في دعمها هذا هو سياق الزيارة لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات خلال زيارة اليوم لكن هناك رغبة في الإعداد والتحضير لقمة الحوار الاستراتيجي بين البلدين السنة القادمة هناك تأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي وزير الخارجي المغربي قال بأن 160 فرعا لشركات ألمانية تنشط وتعمل في المغرب والتبادل التجاري لا يختصر فقط على المواد الفلاحية وأيضا على الاستفادة من السياح الألمان في المغرب بل أن مؤخرا هناك مسروعات حتى في قطاع السيارات واستثمارات ألمانية في المغرب خصوصا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وفي هذا السياق كذلك تم التطرق إلى أهمية موقف المغرب الذي أدان الحرب الروسية في أوكرانيا وقالت وزيرة الخارجي الألمانية بأن تقدر هذا الموقف خصوصا إذا تعلق الأمر ببلدان خارج الاتحاد الأوروبي وتدعم الغرب في إدانة ما يحدث في أوكرانيا هناك ملفات أيضا تم التطرق إليها محاربة التصحر وتغير المناخ في المغرب وفي إفريقيا ورغبة ألمانيا في دعم مشروعات في هذا السدد هناك الهزرة غير النظامية ومكافحتها كانت أيضا على رأس جندة اللقاء إذ أن المغرب هو من بين بلدان العبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين تم التطرق إلى قضايا إقليمية كالإرهاب في منطقة الساحل التطرق إلى الملف الليبي ورغبة الجانبين في التعاون في هذين المجالين ملف الصحراء المغربية كما تقول الربات أو الصحراء الغربية كان أيضا حاضرا إذ أن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت على أهمية التوصل إلى حل سلمي برعاية الأمم المتحدة لكنها في نفس الوقت أكدت على أهمية وجدية وواقعية المقترح المغربي لحل الصراع من خلال مقترحه للحكم الداتي الذي اقترحته المغرب منذ 2007 علما أن المغرب كما قال الملك المغربي محمد السادس بأن الصحراء هي منظار كل تعاون السياسي واقتصادي مع دول الخارج ومن جانبه فإن وزير الخارجي المغربي ناصر بوريتا شدد على أهمية دعم ألمانيا لهذا المقترح من أجل إيجاد حل نهائي للصراع الذي تصف الربات بأنه مفتعل في جنوب المملكة وتقول بأنها تسعى جاهدة ليكون مقترح الحكم الداتي الذي تقترحه حلا نهائيا لهذه القضية اشتركوا في القناة